بسم الله الرحمن الرحيم تكملة للفيديو السابق اليوم رح إن شاء الله نستمر مع بعضنا البعض حتى نتمكن من التعامل مع المنصة بشكل احترافي كامل كمنا عن القائمة العلوية أو الشريط العلوي وحكينا أنه أنا بقدر أتحكم بالمعلومات الخاصة فيه بشكل كامل من خلال الشريط العلوي في عندنا ظل تغيير كلمة المرور إذا حبيت أغيرها أو إعدادات الخصوصية والمساعدة والخروج إذا بدي أنا أخرج من المنصة بالنسبة لموضوع إعدادات الخصوصية أنا إذا بدي يشوفوا ملف الشخصي المستخدمين أو المسجلين ممكن أنا ما أخليهم يشوفوا ملف شخصي أو أصدقائي يشوفوا أو المنضمين للمدرسة كاملة يشوفوا الملف الشخصي التحديثات والمواد إذا بدي أتشارك أنا مع أصدقائي من المعلمين أتشارك مع المدرسة كاملة مع المسجلين المستخدمين وما إلى ذلك المرأة سليمين بدي يرسلني فأنا بفضل أن يكون مع المستخدمين المسجلين مبدئيا حتى أقدر أن أتواصل مع طلابي وشوف طلابي كل الملفات الموجودة الآن راح نتعرف على المواد وكيفية إضافة المواد بالبداية نضغط على المواد أنا الطالب الذي عندي ممكن أن ينضم للمادة من خلال دخوله من خلال الرمز الذي أودته للمرة الماضية مثلا الآن بدي أنشئ مادة جديدة نحن أنشئنا مواد موجودة عندنا هون إذا بدي أنشئ مادة جديدة أنا مادتي هي اللغة العربية اشتغلنا على اللغة العربية اسم الصف الآن راح نضيف مثلا الصف الأول على سبيل المثال الابتدائي راح ندخل الأول الابتدائي طبعا إحنا من الروضة لغاية الماجستير أو حتى في الدورات التدريبية ممكن نستخدمه قلنا أنه ذو الدائم وأبدا بنحاول أنه ما نستخدمه ما نضغط على اليوم هون لأنه إذا ضغط على رسائل حائط مرتبطة بموافقة المدرس راح أتغلب وإحنا هدفنا من المنصة والتعامل هو أنه ما نتغلب إحنا كمعلمين وننظم أمورنا بشكل أسهل علينا الآن أضفنا مادة اللغة العربية للصف الأول وأخذ وقت لتسجيلها اليوم المنصة أسرع رمز الدخول يجا دخل معاي مباشرة أنا بإمكاني رمز الدخول أعيد إعادة تعيين لرمز الدخول وبإمكاني أنا رمز الدخول أعمله نسخ وأرسله لطلابي اللي بدهم يسجلوا معاي بالصف الأول وهم مجرد ما دخلوا على المنصة سجلوا بالمنصة مباشرة بدخلوا مسجلين عندي وبيجيني أنا هون نتوفيكيشن أنه سجلوا عندي الطلاب التاليين وأسماء الطلاب تكون موجودة عندنا على حائط الصف موجودة على المواد طيب الآن راح نتعرف على نرجع للمواد حتى نعرف شو في عندنا إمكانيات فيه إمكانيات تعديل المادة هذه المادة إذا تذكروا مبارحة تخناها وكان فيه عندنا خطأ في الإسم ما فيه فيها الآن فممكن أنا أعدلها اللغة العربية بحيث تكون أموري تمام وإذا بدي أغير بموضوع أرشفة المادة ورسائلها وما إلى ذلك أيضا فيه عندنا هون ملاحظة إذا فيه عندي تعديل أو تعديل الأعضاء إذا بدي أغير بالأعضاء ممكن أنا أعدل بالأعضاء اللي موجودين في هذه المادة إذا كل طلاب والضيوف والمشرفين مين رح يكون موجود عندي ممكن أنا أضيف مشرفين وأضيف طلاب الآن في عندنا آخر شيء إضافة أعضاء الآن ممكن أنا أضيف أعضاء إذا هم مزودوني بإميلاتهم طلابي زودوني بالإميلات اللي عندهم أنا بضيفهم مباشرة من هون بدخل الإميلات الخاصة فيهم وبينهم فاصلة طبعا at.com وما إلى ذلك الآن بفاصلة في عندنا الفاصلة بنضيف الإميل الآخر وهكذا كلهم رح تيجيهم دعوة على الإميل بس أنا ما بنصح بهذه الطريقة في دعوة الطلاب على الإميلات ارسلوا لهم الرمز مباشرة أنا بدخل على الصف هون مجرد ما دخلت على الصف في عندي رمز للدخول بعطيه للطالب وهو بتمكن من أنه يسجل مباشرة من خلال حسابه الآن بقدر برضو أنا رمز الدخول أغير فيه ما فيه أي مشكلة فإن شاء الله الآن بكون تعرفنا على موضوع المواد والفيديو السابق القادم رح نتعرف على الأمور أخرى نشتغلها إحنا والطلاب سواء واجبات أو امتحانات وسجل الامتحانات وما إلا ذلك أشكر لكم حسن استماعكم إن شاء الله نكون قدمنا الفائدة اللازمة الله يعطيكم العافية